اشتركوا في القناة ان تعلمين انت تطالج عن المرأة ما تتكلمش بلسان المرأة المرأة حاضرة خليها تتكلم هي شو فيها دخولي لها هذي مشاكل بعض المرأة افتراضية ما كي ناهش المشكلة الآن المرأة اللي في الباديرة تسول على المساواة مع أخوها أبدا المرأة ما سمعنا شيء من مرأة تقولها لم نسمع بذلك إنما رأينا أن المرأة لا تريد أصلا هذه المشكلة الحقيقية لا تريد رغم أن الشرعة أعطاها حدا ولكن الرجال ظلموها واستغلوها الآن نعطيك قرى متعددة لو تكلمت على إيرت المرأة لكي تنضي حرب حرب لأن هناك تقاليد قديمة وحتى حينما جاء هذا الاستعمار وتكلم في هذا غير واحد من العلماء كان هناك شفعة القبيلة شفعة القبيلة وحاولت كذا فرنسا حاولت أن تزيل هذا لتبيحها لتتيحها لرجالها للكولون أن يدخلوا إلى ممتلكات القبائل ومع ذلك فلزت القبائل المتشد اللي يقولوننا هذا الأشياء المرة ما أخبرك ما قلت أنا أنا ظلماني الإسلام أبا المظلمونيش غينتوا هكذا تقولكم مظلمونيش أنا لا يمكن أن أستمر هكذا دائما وقودا للحطب لنير الآخرين لا أنا أعطيوني الشرعة لم تظلمها أنا أقول لكم هناك أشياء تقدم بوهم إذا كانت المرأة تستفيد من النفقة ويجب أن يستفيد من النفقة شرعة أعطاها الشرعة ما تطهيها القانون أعطاها الشرعة ولو أنها قد تكون وزيرة تطالب زوجها بالنفقة وإذا كذا يمكن أن ترفعها ضده دعوة هادي كينا ولا لا الرجل لا يطالب بذلك ولو كانت زوجته وزيرة كثير من الناس الآن سوجينوا كان الإكراه البدني لأنهم ينفقوا إهمال الأسرة عندنا حينما عندنا طلاق أو طلاق وتطليق تطليق أكثر تطلق تعريفين النتيجة تطليق ما هي أو لا ربما الناس ما يعرفوش هذه المتعات الطلاق راكين بعد المرة اللي ما استطاعش يؤديها وابقلت تدخلوا نقول لشين الناس ندخلوا في العالم كي لحتموا لي عشرين عام أنا دائمين أتيني الناس كل كنا ما عندي باش نخلص المتعقد حكما عليك القاضي روح بإعدارك وتديها المرأة وعلاش هذا من تعتبروها شبيرنا وضل ولا ما عليش إذا كان من هاتجها هذا كله المرأة يجب أن تعلم أنها أخذت أشياء في الحشرياء ويجب أن تتبع لأن المدولة ماشي مادة وعدة لش تتوكي أربعمائة مادة مشوا مادة مادة صدق تفرض عرض الزوج يعني لماذا سيقوم ما نفعله ما نفعله عقد الزواج يتأخذ المرأة الأصلة ويأخذ الزوج النظر لماذا يقول مثلا إذا عشاء كثيرة جدا أنا تتبع حينما يكون الإنسان أبناء ذكور وإناث ملزم بالنفقة عالم إلى متى إلى سلب إلى 18 سنة أو إلى أن ينهو الزراس 25 سنة ذكورا وإناثا ولكن أنا نقول أنا لذا نقول أنا لكي نقول لكم جاوبونا جاوبين إلى إلى ربو ما عندك شيء حاجة أحسن من يقول لي وما شيء تسكتي وتقول لي لسف تنقصنا ما تنقصنا تترد علي أنت تكون النقاش هو هذا باش نخذو وردو في الهدرة فإذا كانت الفتاة غير متزوجة ينفق علي أبوها إلى أن تجد مصدر الرزق أو تجد أو أو يتزوج بها لا تضع الشاب نهايته أنه 25 إنسان يمشي في حاله سواء وجد مصدرنا أو لم يجد إبعاد لأن المرأة كريمة علينا وانا سأقول لكم تصور لأن الناس يكون مرأة مهانة أبدا هذا يتكلم على مجتمع آخر كي الناس اللي ما عندهم ولكن أوصار لا تتكلم لهم مو تتكلم على أبوها اللي بغيت تتكلم على موصر في بديه الحرب لأن الأم حاجة مقدسة لما كنا نرى في الألعاب أن الناس يقبلون تقفوا عند هذه وستخدم هذا هي رؤية الرجل المغربي أنه يرى أنهم شي ما جاب شبه لما أخذ هؤلاء اللاعبون وذهبوا ويحتضرون أمهاتهم وأدخلهم إلى القصر الملكي وإلى أن كانت لهم صور مع جهة الملك لماذا لم يذكر الأباء هؤلاء إن لهم أباء ويجبون أن يتحدث الأم والأباء رجعوا لورها كثير من الحالات في كثير من الحالات في الوقاعة التالي خلنا نعطبر المرأة خصوصية لما وقعت الحرب أو القلاب البلشافي ووقعت يقول وقعت صفية كل آلة رومانوف كبار نساء رجال ما كانت لمسنا أو في حالة إعدام تشاوسيسكو مع زوجته ذلك الإعدام البئيس وقتلت المرأة معاه في قرن واحد في حبل واحد لا لا في محاكمة سوريا ووقعت هذا مرات متعددة هل وقعت شيء عندنا وقعت القلابات ووقعت كذا صفية لم تمس المرأة في واحد منها مرأة صدام ما زال فابق المرأة البنات ولاس كذا ذي الزعماء المرأة عندنا لا تمس في هذه الأشياء وتقالها مكانتها وحرمتها لو كانت عند الأوروبين تهي صفوها مع الزوج تحت حالي وقع أنا لا أستجلب شيء شو الحرب الثورة اللول الفرنسية ترد لويس سادس عشر عدم ومن بعد حق بعد مدة كذا كذا صف كذلك الزوج ذي لو كذلك لأنها هي مسؤولة ما صلت وهي ولمن فلذيك هم ليس نون المرأة ولا يعتبرون أن لها خصوصية وأنها ليست طرف في ذلك الذي فعله قبل ما تخرجوا لا تنسوا تابعونا فلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية